حقق أبطال الجيش واللجان الشعبي انتصارات وتقدما ميدانيا في مختلف الجبهات خلال الـ 24 ساعة الماضية مصدر العسكريون أوضح أن أبطال الجيش واللجان طهروا مواقع صفر الحلايا شمال شرق المديرية المتون بمحافظة الجوف كما تصدى أبطال الجيش واللجان لمحاولة تقدم لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في منطقة عرق المزوية أسفر عن مقتل ثمانية من المرتزقة وإحراق آلية عسكرية لهم وفي مأرب تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبي اليوم من تأمين ثلاثة مواقع بمنطقة نجد العتق بصرواح المحادية لجبل صلب بالجدعان أما في محافظة تعز فقد استهدف أبطال الجيش واللجان تجمعات المرتزقة بصواريخ في قرية الحريقية جنوب مديرية ذباب ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحة أما في الضالع فقد دمر أبطال الجيش واللجان آلية تابعة لمرتزقة العدوان في منطقة الرحبة بمريس ومصرع من كان على متنها